موسم الأمطار بالقدر الذي يحمل خيراً كثيراً ويمثل فرصة للهروب من حرارة الصيف إلا أنه لا يخلو من المنقصات والأمراض الموسمية وتخلق الظروف الدافئة والرطبة للرياح الموسمية بيئة مثالية لتكاثر الجراثيم مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الأمراض المعدية وأكثرها شيوعاً الإنفلوانزا وحم الضنك والملاريا والتهابات الجهاز الهضمي الأمطار والسيول والنظر المنخفض الجوي الذي يشهده اليمن حالياً في كثير المحافظات في مأرب في المحافظات الشرقية والجنوبية وجميع المحافظات من الله على اليمن بهذه الأمطار ولكن نحن هنا نؤكد من خلال الأعمال الميدانية أو من خلال وجود المخيمات النازحين والبنية التحتية الهشة في مخيمات النازحين كما تلاحظون وسببت تترك الأمطار في جرف كثير من المأوى لكثير من النازحين وأيضاً الشيء المهم في هذا الموضوع من ناحية صحية ومن ناحية طبية ومن ناحية إنسانية قد تنتج في ناتية هذه الأمطار كثير من الأمراض والمأوبئة منها حم الضنك وكذلك قد تزداد ونحن الآن نشهد تشهد بعض المحافظات هنا أيضاً في محافظة مأرب وجود حالات الكوليرا وقد تتسع رقعة وجود هذه الحالات وتزداد بشكل كبير ومخيف كذلك نحن داخلين على فصل الشتاء وهذا ما يعرض كثير من الناس وخاصة الأطفال دون سن الخامسة من الأمراض من التهابات الجهاز التنفسي بمعنى أصح أنه نحن قادمون على شتاء تكثر فيها الأمراض والأوبئة سواء عند الأطفال أو الكبار وناتجة أيضاً كذلك عن الأمراض وتنتشر فيروسات الإنفلونزا عن طريق الاتصال لذا كن حذراً في المناطق المحملة بالجراثيم مثل البرك والمستنقعات ومجرى السيول كلما أمكن تجرب الاتصال المباشر بالأسطح المكشوفة وعند ملامسة الأسطح المكشوفة فإنه ينصح بقسل اليدين بشكل متكرر بالصابون والماء الدافع للتخلص من الجراثيم وغيرها من الأمراض المعدية ندعو المواطنين إلى الاستجابة لدعواتنا في القطاع الصحي وأهمية التركيز على الوقاية الصحية من الأمراض وهنا ندعو المنظمات الدولية منها منظمات اليونسف التي دائماً تقف معنا في جانب التوعية الصحية نحن من شهر إبريل إلى اليوم لم ننفذ كأنشطة مركزة ولكن هناك أنشطة توعية نقوم بها من قبل مطوعين ومطوعات نطالب المنظمات الدولية ومنها من منظمة اليونسف بتكثيف الدعم والالتفاف إلى هذه الشريحة شريحة الناس إلى شريحة النازحين في دعمنا في أنشطة توعية التي كنا في خلال 2023 قد حققنا نجاح كبير ومن هنا أيضاً كذلك ندعو المواطنين الاهتمام والالتزام بالإجراءات الوقائية وخلال موسم الأمطار تزدهر الجراثيم على الأسطح الراطبة غير أن شرب الماء بقدر كاف يساعد على طرد السموم من الجسم وينصح الأطباء الأشخاص البالغين بشرب من ثمانية إلى عشرة أكواب من الماء يومياً كي يتمكن الجسم من مقاومة نزلات البرد والأمفلونز الشائعة خلال موسم الأمطار ترجمة نانسي قنقر